تعالوا بقى نروح على حاجة مهمة جدا وانا عجبني بالمناسبة تصريح وجملة قالها دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي في المؤتمر بتاع النهاردة هبدأ لك الاول بالجملة قال ان برنامج الطروحات اللي عاملاء الحكومة اصبح برنامج للدولة غير مرتبط بالازمة ده معناه ايه؟ معناه ان الدولة ماشية بخطوات مدروسة وثقة مفهومة كويس جدا في مسألة خروج الدولة من جوانب من الاستثمار من كثير من الشركات الى اخره وبتبدأ العملية بتاع الدخول القطاع الخاص والاستثمار الاجنابي المباشر وما الى ذلك في هذا المؤتمر الدكتور مصطفى مدبولي اكد على انه اتخاذ الدولة لتعديلات وصفها بالثورية في قانون الاستثمار التعديلات توصف فعلا بالثورية لانها تعديلات عمليا غير مسبوقة عمليا ما كناش بنتخذ مثل هذه الاجراءات هذه الخطوات هذه الطريقة في التسويق لشركتنا وبعض المؤسسات بعض الى اخره الطريقة دي ما كنتش موجودة عندنا بل ما كناش بنفكر ان احنا نستخدم هذه الطرق كما يستخدمها او هذه التعديلات كما يستخدمها العالم عندما يقدم شركات ومؤسسات مختلفة خلال المؤتمر الصحفي كل ده حصل نهضة في المؤتمر الصحفي اللي كان فيه العاصمة الادارية حكيت لك انا برحل العاصمة لا مش هحكي النهار ده تاني اشار الدكتور مصطفى مدبولي الى ايه ان الدولة تعتزم مش مجرد النية السماح للصناعات كثيفة الطاقة بانها تشتغل بنظام المناطق الحرة ده على سبيل المثال للحاصر وبيعلم الدكتور مصطفى مدبولي انه هناك نجاح لبرنامج الطروحات المصري في الحصول على واحد وتسعة من عشر مليار دولار طيب جم منين ده جم نتيجة التخارج اللي حصل من شركات الدولة وطرحها امام الاستثمار وده كان لحد تلاتين ستة اللي فات اشار الدكتور مصطفى مدبولي كمان الانه الفترة اللي جاية هتشهد الاعلان عن طروحات اخرى بقيمة مليار دولار طيب كل ده خط في خط تاني وهو مهم جدا الدكتور مصطفى قال الدولة بتستهدف ترشيد الدين الداخلي وزيادة الحصيلة الدولارية وحدد ارقام في زيادة الحصيلة الدولارية تقريبا حوالي 191 مليار دولار سنوي كمان اشار الدكتور مصطفى الى مجموعة من النسب المئوية للدولة بتستهدف الوصول اليها سواء اذا كان في الصادرات السلعية او في السياحة واظن كان الرقم او النسبة المئوية حوالي 20% زيادة دخلونا نسمع جزء من هذا المؤتمر شديد الاهمية وبعدين نرجع نكمل الكلام هدف الدولة في هذه المرحلة هو دعم جهود القطاع الخاص في الانشطة الاقتصادية المختلفة عشان يتولى القيادة بالكامل في الفترة القادمة والاهم كمان ازاي ان احنا نزيد من حصيلة الدولة من النقد الاجنبي لان دي دايما هي التساؤلات اللي احنا كلنا بنتساءل حنعمل ايه في ازمة الدولار وحنعمل ايه في ازمة العملة الصعبة وانتو كدولة لازم تقولولنا احنا بنتحرك ازاي في هذا الشرق اللي عايز اقوله يمكن فيما يخص المحور الاول موضوع مشاركة القطاع الخاص والحقيقة يمكن احنا دخلنا انا بقولها بمنتهى الامانة بتعديلات ثورية في قانون الاستثمار واخدنا الحقيقة العديد من قرارات الكبيرة جدا اللي كان القطاع الخاص بيحلم بيها فيما يخص مناخ الاستثمار ويمكن كان عقد الاجتماع الاول للمجلس الاعلى الاستثمار برئاسة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي يعني دي يعني بداية انطلاقة كبيرة جدا في تفعيل العديد من القرارات بنعلن النهاردة ان احنا حققنا يعني عقود مع القطاع الخاص اللي هتعلنه معالي الوزيرة باجمالي واحد وتسعة من عشرة مليار دولار امريكي اجمالي اللي هتعلنه معالي الوزيرة ان احنا كدولة بنتخرج من عدد من الشركات باجمالي واحد وتسعة من عشرة مليار دولار منهم حصيلة دولارية بالفعل ستدخل 1 مليار و 650 مليون الباقي اللي هو 250 مليون دولار دي هناخدهم بالجنيه المصري أو خدناهم بالفعل لأن جزء منهم اللي هو كان الشركة المصرية للاتصالات وبعض الشركات الأخرى اللي معلي وزيرة التخطيط هتتكلم عليهم ولكن ما تم تنفيذه حاليا واللي بنعلنه أن احنا عملنا بإجمالي 1.9 مليار دولار في خلال الفترة القليلة جدا القادمة هنعلن عن مجموعة أخرى بتتجاوز المليار دولار بس هنعلن عنها بمجرد الانتهاء منها في خلال الفترة الجاية إن شاء الله أنا قاعد مركز أصلي بصراحة مع كل كلمة وقالي يعني مركز جدا كمان بزد في الأرقام طب احنا معنا على التليفون الدكتور كريم عادل الخبير الاقتصادي ورئيس مركز العادل للدراسات والأبحاث الاقتصادية زك يا دكتور مساء الخير أستاذي مساء نور ربنا يخليك يا رب دكتور يعني تبعت أكيد بالتأكيد النهاردة المؤتمر أكتر شيء لفت نظرك في الكلام اللي قاله الدكتور مصطفى مدبولي كان إيه هو طبعا من خلال المتابعة يعني هنجد أن هناك حرص كبير جدا من الدولة المصرية على يعني انجاح التروحات الحكومية لأن انجاح التروحات الحكومية بيبعه انجاح لمستهدفات الدولة التنموية بيبعه أيضا تحقيق مستهدفات الدولة بشأن استكرار سعر الصرف بالنحية بشأن تعزيز وزيادة دور مشاركة القطاع الخاص ودي نقطة مهمة جدا هتساعد على جزء المزيد من الاستثمارات الأجنبية للدولة المصرية يعني خلينا نشير لنقطة مهمة جدا وهي أن الدولة المصرية بتستهدف زيادة الوزن النسبي لمجموعة من القطاعات وهي قطاع الاتصالات وقطاع الزراعة وقطاع الصناعة وهي مجموعة قطاعات بتشتمل أو بتدخل ضمن برنامج التروحات الحكومية وبالتالي بتعزز من مستهدفات الدولة التنموية في زيادة الوزن النسبي ومساهمة هذه القطاعات في الناتج المحلي الإجمالي للدولة المصرية عظيم جدا طيب نجاح البرنامج بتاع التروحات أي نجاح الدولة في إنها بالفعل تقدر تدخل مستثمرين أو استثمار أجنبية مباشرة في هذه الشركات بيدفع للمزيد من الموثوقية في الاقتصاد المصري مظبوط؟ بالضبط هو الهدف الرئيسي هو جذب المزيد من الاستثمرات وتشجيع المستثمرين على الدخول في قطاعات اقتصادية مختلفة داخل الدولة المصرية دائما المستثمر بيبحث عن الأصول الجيدة والأصول الناجحة والقطاعات الواعدة داخل الدولة التي يستثمر فيها إذا نظرنا لبرنامج التروحات الحكومية هنجد أنه بيشتمل على مختلف القطاعات الاقتصادية على مختلف الشركات ذات الأنشطة المختلفة وبالتالي هنا فكرة التعددية أمام المستثمر والتنوع في الاستثمار دي نقطة مهمة هتساعد على توسيع قاعدة المستثمرين وتنوع المستثمرين الداخلين إلى الدولة المصرية دي نقطة مهمة هتتبعها طبعا استقرار كبير جدا في سعر السر لأن الاستثمار بيتبعه المزيد من التضافقات الأجنبية للدولة المصرية هيتبعه المزيد من الامتعاش في الصناعة والزراعة وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات داخل الدولة المصرية وهيتبعه أيضا فرص جديدة للعمل للشباب داخل الدولة أعتقد أن هي الفكرة هي الفكرة جيدة وهناك رغبة جادة من الدولة في إنجاحها وهناك رغبة جادة أيضا في إشراق القطاع الخاص في إنجاح برنامج الطرحات الحكومية وهي نقطة مهمة لأن القطاع الخاص بيعتبر هو المرآة الاقتصادية أمام المستثمر وبالتالي عندما يرغب المستثمر في الدخول للدولة فهو بينظر إلى مدى مساهمة وحجم مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية المختلفة حتى يطمئن ويستطيع الدخول والعمل في الدولة المصرية دكتور مصطفى قال جملة محتاجة أن أنا أفهمها أكتر من حضرتك قال أنه برنامج الطرحات أصبح برنامج للدولة غير مرتبط بالأزمة ليس برنامج أزمة ده معنى إياه دكتور طيب هو برنامج الأزمة المقصود بي أن هناك أزمة اقتصادية عالمية وأنه تم إعداد برنامج الطرحات الحكومية بهدف الخروج من هذه الأزمة ودي نقطة مهمة جدا توضحها بأن الهدف من برنامج الطرحات الحكومية ليس معالجة مشكلات اقتصادية أو أجمات اقتصادية عالمية ولكن الهدف منه هو تحقيق مستهدفات الدولة التنموية في قطاعاتها الاقتصادية وبالتالي هنا الفرق بين برنامج الأزمة والبرنامج التنموي والبرنامج الاقتصادي الحقيقي اللي الدولة بتسعى من خلاله إلى زيادة الوزن النسبي لمساهمة كطاعات هامة في الناتج المحل الإجمالي وأيضا إنجاح مستهدفات الدولة في تعزيز معدلات المنوية وزيادتها وتحقيق المستهدف منه على المستوى القريب والمتوسط شكرك جدا دكتور كل الشكر الدكتور كريم عادل الخبير الاقتصادي ورئيس مركز العادل للدراسات والأبحاث الاقتصادية بصوا جماعة علشان برضو إيه كما جرت العادل لازم هتلاقي إعلام معادي وإعلام الإخوان وحاجات زي كده هيبدأ يلوي ذراع الحقيقة طول الوقت ويحاول يلوي ذراع مجموعة من الحقائق اللي تقالت في هذا المؤتمر المؤتمر ده اتقال فيه ثلاث حاجات مهمين جدا واحد إن برنامج الطروحات هو برنامج للدولة لزيادة حجم الاستثمار المباشر من القطاع الخاص والاستثمار الأجنبي في مصر يبقى كده عمليا أنا بتكلم على زيادة حجم الاستثمارات الخاصة سواء إذا كانت محلية أو غير محلية في مصر عشان ما يجيش حد يقولك ده بيحصل كده علشان نقدر نجيب دولار فنقدر نحل الأزمة يبقى هم بيعملوا حلول لحظية أو وقتية أو مؤقتة لأزمة الصرف أو أزمة وفرة الدولار فهنا كانت النقطة شديدة الوضوح طب إيه اللي يدلل على ده؟ إيه الشاهد في ده؟ حاجتين حاجة منهم إن الدكتور مصطفى قال إيه؟ قال إحنا هنشتغل أو بدأنا نشتغل على ترشيد الدين الداخلي يبقى أنا عمليا مش بتعامل بمنطق إن أنا أبيع واجيب فلوس لأنا كمان أبدأ أشتغل على سياسات ترشيدية متعلقة بالدين الداخلي طيب تلاتة دكتور مصطفى اتكلم في محاور شديدة الأهمية اللي هي متعلقة بإيه؟ بزيادة الداخل المصري واحد هو دعم الصدرات اتنين هو زيادة النواتج المالية أو الفلوس اللي جاينا من عائدات السياحة تلاتة هي نتائج أو بالأدقى زيادة العائدات المالية اللي تجلنا من صدرات السلع الاستهلاكية تكلم على السلع الاستهلاكية بزيادة 20% تكلم على السياحة بزيادة 20% وتكلم على حجم دعم الصدرات اللي هتوفره الدولة للمنتجين المصدرين يبقى المؤتمر بتاع النهاردة ده لما تيجي تطلع منه بنتائج النتيجة مش هي إنه إحنا عندنا مؤسسات كويسة أو شركات ومصانع وما إلى ذلك كويسة وحلوة وجميلة فهنبيعها علشان نجيب فلوس لا أنا ببيع علشان خطر أنا بغير الشكل العام للاستثمار في مصر وهنا وصفها بالخطوات أو بالإجراءات الثورية اتنين أنا بقلل حجم الديون أو بالأدقى أنا أرشد الدين تلاتة أنا بزود صدراتي وبزود العوائد بتاعتي في عوائد سريع لازع عوائد السياحة وفي عوائد متوسطة لازع عوائد الصدرات عوائد الصدرات يبقى أنا هنشط الانتاج هنشط الصدر وبستهدف زيادة 20% وفي نفس الوقت بقدم إيه بقدم حزمة من الحوافز للمنتجين والمصدرين تمام طيب حط كل الكلام ده مش على جنب حطه كده مسكه في إيدك وقعد فكر فيه جملة اتقالت النهاردة في المؤتمر القاس بالنيتو دي بقى حاجة كده تقدر بتسميها في علوم الاقتصاد اسمها الاقتصاد السياسي النيتو اتقال في جملة مهمة جدا على لسان وزير الدفاع البريطاني قال إيه؟ قال إن دخول أوكرانيا لحلف النيتو مهم جدا بعد انتهاء الأزمة دي جملة قد يفسرها المحللين السياسيين والناس بتاعة الاقتصاد السياسي إنه الغرب يحاول إيجاد حلول للأزمة حلول مش حسم وخلاص مش خناء مش زيادة حماوة ووطيس الحرب لا الجملة وبالبناسبة الجملة بيقولها البريطانيين ركز فيها كويس في المطلق الجملة اللي بتتقال من لندن ركز فيها كويس دخول أوكرانيا للنيتو هام جدا بعد انتهاء الأزمة يبقى ده معنى إيه؟ لازم ننهي الأزمة وبعدين نبدأ ندخل أوكرانيا للنيتو الاتجاه بتاع انهاء الأزمة معنى اتجاه لإيه؟ لاستقرار الوضع الاقتصادي العالمي استقرار وعد اقتصادي العالمي مع المؤتمر بتاعنا النهاردة يبقى احنا ماشيين في طريق ايه؟ كويس في طريق سليم هتبدأ هذه الأزمات تهدأ إمتى هتنتهي الأزمة؟ أنا ما عنديش علم لك أنا بس بقولك إيه؟ أربط الأمور ببعضها شويتين إن استطعت وخلونا نروح لفاصل ونرجع نكمل الكلام زيكم عاملين ايه؟ كله تمام بص العالمين الجديدة دي أنا أرى حدوتة لا يجب أن تنتهي أبداً لأنه هي فعلاً مش هزار هي فيها كل المقومات اللازمة لمدينة عالمية مدينة تبقى موجودة على خريطة السياحة الدولية بكل أنواع السياحة سياحة مؤتمرات، سياحة رياضية، سياحة الترفيه، سياحة شاطئية لحد يعني حدث ولا حرج بالإضافة لأنها مدينة بكل ما تحملوا السياحة الرياضية طبعاً مدينة بتحمل كل ما تحتاجه أي مدينة يعني المدارس، الجامعات، المؤسسات، الأماكن بتاعت المعيشة، المتاجر، الخدمات، المأمكان الإدارية أي حاجة ممكن تيجي على بالك يا موجودة في العالمين وموجودة بالمعيار العالمي العالمين دي ممكن تبقى موناكو الشرق الأوسط العالمين دي ممكن تبقى كان الشرق الأوسط العالمين دي ممكن تبقى أحلى من كل دول بالمناسبة لأنه فعلاً ودون أي موقع دي بقى هبت ربنا محدش عنده الميا والشواطئ والبحر ده أو الرملة دي غير عندنا هتجي تقولي بس هناك الكثير من المدن المطلعة المتوسط أقولك صح بس مش بالحلوة اللي عندي دي هبت ربنا سبحانه وتعالى لم تكن مستغلة استغلناها وإحنا بنستغلها فقلنا بنفكر أكتر بدكتهد في التفكير بنشغل مخنا جداً فنعمل إيه طيب تعالى بقى نعمل مهرجان كبير أعظيم اسمه مهرجان العالمين الجديدة اللي من قلبي بتمنى إن المهرجان ده مش بس ينجح وينجح النجاح الفائق فيصبح واحد من أهم المهرجانات اللي معروفة في حض المتوسط تبقى أنت موجود على الخريطة بتاعة العالم كوجهة ومقصد مش بقى بس للسياحة أو تيجي تعيش وتستقر هنا خلي بالك أنت بتتكلم على بلد حتى المصانع والشركات والبيزنس موجود طيب تعالى بقى نرجع على مهرجان العالمين نفسه مهرجان العالمين الجديدة عملوا مؤتمر صحفي النهاردة للإعلان عن انطلاق الموسم الصيفي عشرين تلاتة وعشرين يا سلام سلم على مصر أقولك أنا عارف لما بتبقى بدأت تتلعب رياضة ولعبت الرياضة بتاعتك مظبوط وماشي بالمظبوط وتمارينك صح وأكلك صح وحاجة عظمة على عظمة بتلاقي نفسك إيه حابب كل ما هو متعلق بالنتائج الرياضة دي وتلاقي نفسك حابب نفسك وحابب بيتنزل تجيب لبسة حلوة وحابب أنك أنت كده تبقى واقف ومستعرض جسمك الرياضي القوي إلى آخره ده اللي عملته العالمين تعالى بقى أفرجك على نفسي دي العالمين تعالى فرجك على مصر لما تقرر تعمل مهرجان طرفيهي زي المهرجانات العالمية الكبيرة وأظن هيبقى أحسن ليه أظن هيبقى أحسن لا ده نقولك عندي يقين يبقى أحسن هو إحنا لما جينا عملنا موكب المميوات وقلنا قبلها إحنا هنعمل شيء عالمي وكبير طلعنا أقل من أي شيء عالمي لأ ده احنا طلعنا أحلى والعالم اللي قال كده العالم اتخض من موكب المميوات ما كانش متصور أن مصر تعمل كل ده ما كانش متصور أن مصر تعمل حاجة بالنظام ده بالروعة دي بالجمال ده مش بس المميوات والتوابيت اللي كانت بتنقل من المتحف المصري اللي أنت خانا في مدان التحرير لمتحف الحضارة في عين الصيرة لا 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 الحاجة طول عمراه كانت موجودة عندنا انت لعبتها صح أصبح عندك تقريبا كانوا كانوا يجي 120 ولا 130 مؤقناء دولية ووكالة إخبارية قاعدة عملة بتتفرج صح طيب ده عملوها مرة رحنا عاملين تاني طريق الكباش طيب ده عملوها مرتين تعال بقى وليلك أنا نمرة ثلاثة بعمل إيه أنا لعبت اللعبة بتاعتي في السياحة وفي الأصار وفي التاريخ وفرجت العالم أنا مين والعالم أثنى على كل اللي أنت عملته تعال فرجك بقى على المهرجانات الترفيهية الكبرى المهرجانات اللي هتخلي العالم كله يتكلم نيو عالمين فاستيفل 2023 خطة وضحة مستمرة خد بالك من كلمة مستمرة للترويج السياحي تعزيز الاستثمار في الأنشطة الثقافية والترفيهية والرياضية الفاعليات بقى الوقائع الاستثنائية اللي هتحصل في العالمين الجديدة والأول مرة في مصر وأنا بقول لك ده هيبقى بإذن الله بدءا من يوم الخميس كده من يوم الخميس كده من يوم الخميس ده هيبقى أكبر مهرجان ترفيهي عرف المتوسط والشرق الأوسط مش الشرق الأوسط بس بلو المتوسط احنا هنشوف من يوم 13 يوليو ل 26 أغسطس حدوتة اسمها العالم عالمين الله وبرضو اللي نقى هذا الشعار أو اللي نقى هذا سلوجن مخ بصراحة مخ العالم عالمين العالم كله في العالمين الدنيا في العالمين عايز تتفرج على بطولة العالم بتاع كورتليات أهلا وسهلا عايز تتفرج على مواكب السيارات الفاخرة الفارهة أهلا وسهلا عايز تتفرج على ترايثن أهلا وسهلا عايز تشوف حفلات الأبرز وأكبر وأهم نجوم الفن والغناء أهلا وسهلا ألعب مقية على رأي عمر يحب الألعب المقية الداني أهلا وسهلا مش بس كده خلي بالك أنه حتى بعد السياحة الثقافية موجود ده أنت العالمين المعروفة عالميا من أيام الحرب العالمية التانية أنت العالمين اللي كانت الناس بتيجي أهالي ومش بس أهالي الناس ضحايا هذه الحرب اللي موجودين عندنا في المقابر المختلفة الإيطالي والألماني ومقابر الحلفاء إلخ 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 فأنت عندك كل حاجة دي حاجة متكاملة اسم العالمين لوحده اسم معروف ودولي ورائج ومعروف في الدنيا كلها فأنت روح تجايب الاسم وبعدين الهبة بتاعة ربنا الجو والرملة والبحر والحاجات الجميلة ورحت واخد كل ده واستثمرته استثمار عظيم بكل اللي أنت شايفه ده كل ده وبعد كده رحت جايب واخد الخطوة التانية اللي هي إيه مهرجان العالمين الجديدة واللي هيتعامل في منطقة اسمها كده نورث سكوير أو المربع الشمالي أو الميدان الشمالي تحديدا في مدينة العالمين الجديدة حضور بقى رسمي بارز في هذا المؤتمر على المستوى الحكومي ده لسه والمهرجان طبعا وشخصية عن موارج الأعمال ومستثمرين وممثلين عن وسائل الإعلام المختلفة داخل هذا المؤتمر الصحفي اللي اتعامل النهاردة فيبدأ العضو المنتدب للشركة المتحدة الأستاذ عمر الفئي يتكلم عن هذا المهرجان يتكلم على هنعمل إيه في هذا المهرجان إيه اللي هيقدمه هذا المهرجان اللي أنا أقدر أوصفه بإنه زيه زيه أكبر وأدخل مهرجان طرفيه ورياضي وثقافي وفني على المستوى الدولي خلونا نسمع جانب من كلمة أستاذ عمر الفئي في هذا المؤتمر الصحفي ونرجع نكمل الكلام السادة الحضور إن اهتمام الشركة المتحدة لخدمات الأعلامية بالمشاركة في التنظيم والترويج لمهرجان العالمين الجديدة يأتي من منطلق حرصها على دعم الاقتصاد الوطني وإثراء الحياة الثقافية والفنية في البلاد خاصة في زل ما يحققه المهرجان من عوائد متنوعة منها وأمها تنشيط السياحة الداخلية والخارجية من خلال أجندة متكاملة تضم برنامج غني بالحفلات والموسيقى وانشطة رياضية وترفيهية تحدث لأول مرة على أرض مصر ليكون عنصر جذب للسياح بمختلف اهتماماتهم ومن المستهدف أن يستقبل للمهرجان مليون زائر من جميع أنحاء الوطن العربي لتزبح مدينة العالمين الجديدة من أفضل وجهات في العالم وضعها على خريطة السياحة العالمية كما يستهدف المهرجان الترويج للفرص الاستثمارية المتنوعة بمدينة العالمين مما يسهم في زيادة معدلات النمو الاقتصادي وتوفير المزيد من فرص العمل بايب مهرجان العالمين ده بص هو ما في حد هيعرف يعمل كده غير المصريين اللي طالما أبهره العالم قديما وحديثا وفي عصرنا الحالي وفي وقتنا المعاصر ما حدش بيعرف يعمل الحاجات دي زينا بأدينا بعقولنا بقدراتنا بخبراتنا بفلوسنا يعني كل حاجة كل حاجة صدقني انت هتشوف حدث هيتكلم عنه صناع السياحة والمهرجانات في العالم انت هتقدر تعيشه مش بس انت هتشوفه انت هتقدر تعيشه لانك انت في عندك بقى حفلات مستمرة بطولات رياضية مستمرة حفلات كتير جانبية مهرجانات أصغر كل حاجة بتيجي على بالك هتشوفها في العالمين وبعدين انت بتتكلم على العالمين جمهورية مصر العربية في هذا الفصل الساحر احنا عندنا أحلى جو موجود كل دا قوم وروح المصريين بقى قوم تاني خالص الناس البني أدمين المصري اللطيف الجدع الزكي الشهم أبو دم خفيف والله العظيم احنا ربنا ادالنا كل حاجة كل حاجة ألف حمد وشكر ليك رب كل حاجة بص الصورة قدامك عاملة ازاي ايه أجمل من دا قل لي مدينة حضرتك روحتها في الدنيا أجمل من دي دون اي شوفينية مني انا مش بقولك دا بن حيازي المصري خالص قل لي مدينة أحلى من دي انت روحتها منين هتلاقي هذه الروعة في التصميم انا بتكلم هنا على المعمار والتخطيط العمراني بشكل عين ومعاها السماء الحلوة دي ومعاها المية دي ومعاها ازاي استغلت المية ما هو قارم بنا بدلنا هيبه هي الشواطئ واللون ومش عارف ايه طب انت استغلت وازاي ده هنا بقى ايه الزكاء الشديد البالغ هنا الفنان المصري العبقري لما يقطط لمدينة المصريين عبقر التخطيط ده تاريخيا ربنا خلقنا كده هنقول لا يا رب النبي ما تخلقناش ازكية ما تخلقناش عندنا حس فني وحس جمالي ده نعمة ربنا الف حمد وشكر ليك يا رب فالمصريين استغلوا هذه المية طب تعالى بقى احنا هنعمل الحتة دي هتبقى على شكل بحيرة مفتوحة وليها البغز بتاع والحتة دي مش عارف هنعمل فيها على شكل القنوات مش عارف عاملة ازاي ونخلي المباني تبقى في وسط الميا بالشكل ده ونخلي يبقى فيه جزء ده مش عايق به وتعالى ارجع بقى كمان بص على المنطقة التراسية والحي اليوناني والطلياني وتعالى بق ايه ده فين ده فين ده في الدنيا مش هقولك فين ده في المنطقة فين ده في الدنيا قللي مكان عامل زي العالمين في الدنيا على سطح هذا الكوكب كل ده زائد بقى التنظيم بتاع المهرجان كل ده زائد الأحداث المتضمنة داخل المهرجان زي ما كنت بقولك فنون موسيقى رياضة ثقافة كله كل حاجة هتلاقيها موجودة على مدار تقريبا شهر ونص شهر واسبوعين يوم 13 الخميس ده بإذن الله ليوم 26 أغسطس بأمر ربنا سبحانه وتعالى انت هتشهد أجمل وأحلى مهرجان بيتعامل في الشرق الأوسط وحوض المتوسط إن لم نصل لنقطة أنه هيبقى واحد من أحلى المهرجانات اللي بتتعامل في العالم وبإذن الله يتعامل كل سنة ويبقى من نجاح لنجاح العالمين عشرين تلاتة وعشرين العالم عالمين كل الكلام اللي حلو اللي أنا قلته ده بقى حاجة والخبر ده نحاول نفهمه أكتر اتنين من الطلبة طلبة السنوية العامة اتلغى لهم امتحان الديناميكا ليه بقى تلغى امتحان الديناميكا ايه التفاصيل عايزين نعرف وطبعا بطبيعة الحال لازم نطلع على أجواء الامتحانات بتاعت النهاردة معينا على التليفون اللي أستاذ محمود عبد الرحمن الصحفي بجريدة الوطن والمتخصص في التعليم زميلنا العزيز أهلا بيك أه الخط قطع يا دوبانا قلش يا محمود أنا بصراحة اتكلمت عن العالمين كتير حبتين ممكن يكون الخط قطع بسبب كده يعني يقولك المكالمة ويعت بس لأن أنا فعلا حقيقي سعيد فخور مبهور باللي بشوفه واعتقد ان انبهاري هيزيد أكتر واكتر وإحنا هناك وبنشوف ده بعنينه وبنلمسه زي ما بيتقال وبنتابعه وهتلاقونا دايما بنغطيه وبنقولكو إيه الأحوال وهشجعك دايما أنك أنت تروح هناك وتتبسط تروحش لوحدك خد بعضك أنت وأهلك وعيلتك وانبسط وشوف وخليك فخور بهذا الإنجاز المصري مية في المية مية في المية عشان كده أنا تعمت لا يا سلام لو عمر يجيب لي زميل العزيز زميز محمود عبد الرحمن الصحفي بجريدة الوطن والمتخصص في التعليم إزايك عامل إيه مساء الجمال إيه الأحوال كله حلو كله مية مية الحمد لله إيه حكاية الطلبة اللي اتلغى لهم الامتحان دول إيه اللي جارب هو في الحقيقة إحنا كل بعد كل امتحان بيبقى فيه تقرير لغرفة العمليات بتقول مين الطلاب اللي سهموا في موضوع الغشة أو نشروا ورقة الأسئلة باعتهم فبالتالي إن حد بعد الامتحان الديناميكا لطلاب علم الرياض مباشرة تم الامتحان لطالبين صوروا الورقة بتاعتهم وبعتوها لشاومنج أو مواقع الغش الإلكتروني ومواقع الغش دي نشرت الورقة بتاعتهم بالبركود بالرقم السر بتاع الطلاب فبالتالي يعني بالمعنى البلد جديد سلمهم تسليمهم صعب جدا يعني الطلاب بعتوا للغش فمواقع الغش قاموا بتحطر الورقة بالبركود بتاعهم فسلموا الطلاب فيه سنتين حرمان من الامتحان وإلغاء امتحان هذا العام ليهم تبقى للقانون المعمول به في إدارة الامتحانات في ودكتر بقيت عليه هو الطلبة يعني إن حكموا فلازم يحاكموا بتهمة متعلقة بانخفاض الايكيو ده قبل غباء يعني شخبط على البركود طيب قبل ما تبع الموضوع هنا يجب أن يبحث نفسيا في حاجتين الحاجة الأولينية النزارة التربية والتعليم عندها غرفة عمليات مراقبة بالكاميرات فكل اللجانة الامتحانية مستوى الجمهورية وتصورت ونزلت على كل المواقع الرسمية عشان يبقى فيه رسالة للطلاب وقال لكم إن حسن منها الظار عشان يبقى كل طالب واخد حقه إنت بتشاف طوال مدة امتحانك فكل إن انت تبقى عارف إن فيه مراقبة ليك والكاميرا قدامك في اللجنة وتصور الامتحان وتبعثوا الموقع لحد واهم أنت متعرفوش فبالتالي ياخد الامتحان ويشيره باسمك وبرقمك السري وبيعك وش يعني ما هو بيعهم يتحرموا سنتين من الامتحان ده غير السنة دي كمان بالمناسبة يعني كده ثلاث سنين آه يعني السنة دي رحت عليه زائد سنتين لقدام مش السنة دي والسنة الجاية لا ده السنة دي والسنة الجاية ولا بعدها لا حول ولا قوة إلا بالله فبالتالي الأمر نفسي رهيب يعني أنت بتصور ورقة لي يا ابني وبعدين بيصوروا بعض وبيخلصوا الامتحان في نص الامتحان في أول الامتحان ده جزء جزء التاني من ستة الصبحة أو من خمسة الفجر بتبدأ المواقع المجهولة دي على تلجرامة أسلمني فلوس من الناس على أن يمعون الامتحان وبيحطوا الامتحان بالفعل بس ليس الامتحان السنة دي بحطوا الامتحان السنين اللي جمعين سؤال من كل الامتحان ومعتمدين على هنا يا ريس على خطة خدسة جدا نموذج الامتحان النهاردة بييجي للطالب أربع نمازج يعني الأربع طلاب اللي عادين جنب بعض بيقعون فعلا نفس الأسئلة بس كل واحد مع نموذج بأرقام معينة يعني اللي عنده في النموذج الأول السؤال رقم واحد السؤال رقم واحد ده موجود رقم عشرين في النموذج التاني أيه فاللغبطة دي أو مش اللغبطة السيستم ده خلى الأغبية بتوع مواقع الغش يعتمدوا عليها فكرة إن ده النموذج الأول في الامتحان فالولي الأمر بقى إلحى الفجر يسأله الفجر ويخش يحول بمئتين جنيه ولا بثلتمين جنيه فلوس ليهم عشين ياخد الامتحان فيصح ابنه يدهوله فابنه أيم مش عارف حاجة فيركز على النقاط دي بس يخش الآن نقوم الجماعة من السنين اللي فاتت بس إله وهمية وليه أمر عجيب برضو يعني اللي يعمل كده يعني بيربي ابنه على إيه عاوز يخلع الولي أكيد مش أكل يعني من أولياء الأمور هو عاوز إيه القيمة اللي يزرعها في ابنه لا هو النوع ده يا رئيس من وجهة نظري هو ما فهمش كويس فكرة منظمة التعليم الجديدة منظمة التعليم الجديدة أي معا فكرة خل ابنك يدرس على قده بمعنى إيه أنا النهاردة كل الكليات عندي باقت مستورة جدا وبتدرس حاجات مؤجبة لسؤل العمل يعني كلية تجارة بقاش زي كلية تجارة زمان كلية أدام بقاش زي كلية أدام زمان فبالتالي أنا بني النهاردة مجموعة جئة كلية تجارة ما هيخش كلية تجارة بمستوى ده أولاً هيمشي فيها أنا باستغرم أنه الناس بتتعامل مع كلية التجارة باعتبار بقى خلاص يعني إن عدمت الاختيارات فهي تجارة وكانوا على أيامي كده يقول لك ده داخل تجارة الشعب تجارة دي كلها صعبة جد أنا بشكر ربنا أنه أنا ما دخلتش تجارة لأنها كانت صعبة عليها والله ما بهذر مبارة الناس اللي بتخش ما يطلق عليه بيزنس وأكاونتنج والحاجات زي كده يا المحاسبة ما بيسموهاش تجارة زي عندنا يعني لا ده لازم يكون جايب درجات عالية علشان يلتحق بالكلية دي ده في بلاد بر ومصاريف الكليات دي أغلى من مصاريف كليات دي كان حالك مصبوط 100% ومش بره بس عايزو حالك إن بيزنس واتجارة إنجلش والحاجات دي نفس المنهج بنفس كل المخرج يتعله من النهاردة بيندفع فيه مئات الولوف أو عشرات الولوف عشان خطر بأسات أبقى منضبط وبياخد مهارات مختلفة جدا للطالب ومجموعة مختلفة جدا للطالب فكون إن احنا موفرين أو الدولة موفرة كلية التجارة اللي طالب بيدرس بأنظمة حديثة عشان خطر يواجه سوق العمل المنفتح للمحاسبين وما للبنوك وما إلى ذلك فده مش بيقل لي من طالب بالعكس المفروض إن هي درجاتها ترتفع بس أنا يعني هو إيه السبب في إن احنا بنقول كلمة دخلوا تبقى وخلاص ولا رميف أداب وخلاص يمكن عشان المجموعة المنخفضة مش أكتر ولكن بالتوازي لها يا رئيس نفس التخصص في أي جامعات خاصة أو في أي أماكن تانية بتاخد مهارات مختلفة ومجموعة مختلفة طيب قول لي بقى الأحوال النهاردة كانت في الامتحان ماشية إزاي بشكل عام بعيدا عن الاثنين الطلبة دول هو الامتحان الامتحانات بقت منضبطة جدا من ساعة ماء الكاميرات وغرفة العمليات اللي هي التحكم الرئيسي في الوزارة اشتغل تعالى كل اللجان في كل القرى ونجوع في كل الإدارات وفي كل المحافظات بمعنى إن الوقت الغرفة بتاعت الوزارة فيها لو إحنا عندناها 3800 لجنة فإحنا عندناها 3800 كاميرا في كل لجنة وفي الحش بتاع المدرسة فيه كاميرا وتقرير يومي رسمي لرؤساء اللجان ورؤساء الفرعين وما إلى ذلك فبالتالي فكرة الانضباط بتاع الامتحان أو الامتحانات بقتمشي مزبوط بها في المئة بدليل إحنا كنا كل سنة بنسمع عن تأخر تسليم الأوراق مش عارف ورق طالب صلع لا ورقته متغيرة لا مش عارف ورقته مقطوعة الكلام ده إحنا نهار ده يوم الخامسة الجاية إن شاء الله بإذن الله هو آخر امتحان السنة دي فما فيش ولا حالة من دي ظهرت لا على المستوى بتاع الشكاوى الحاجة الوحيدة اللي محتاجة دراسة نفسية من وجهة نظري هي فكرة أن طالب يصور ورقته ويحطها لو هذه النقطة يعني التسليم اتمنع انتهى خلص اللي هو التسليم اللي كان الامتحان بيتصرب بالفعل قبل بدء الامتحان والكلام ده ده خلص بدليل إن ما فيش ولا امتحان قيلة إنه تصرب وتطابق مع الورقة الحقيقية اللي جات للطالب ده أجزة من حضرتك ما حصلتش السنة دي نهائي الحاجة الوحيدة اللي بتحصل إن الطالب يصور الورقة يعني طالب أو اتنين أو ثلاثة يصور الورقة ويبعثوا وفي لحظتها يتم تحديدهم وياتخاذ الإجراءات القانونية ما يمكن بقى مواقع الغشة دي بتديلهم فلوس أو حاجة يعني يعرض مبلغ ما يتم تحويله للطالب إذا بعت لهم الامتحان طيب خلصوا استفاد إيه بالمبلغ لو في حالة مبلغ مالي عايزوا يا رمحمود صحيح؟ وده هنا هرجع به تاني لمسألة وليه الأمر أنا عايز أشكرك الأول يا محمود كل الشوق الزميلي محمود عبد الرحمن الصحفي في الجريدة الوطن والمتخصص في التعليم أنا في الحالات اللي زي كده ما بلومش على الولد اللي بيعمل حركة دي لأنه ده اللي علمه له أهله ليه إنت زرعت في العيال إيه البعض القليل النادر من الأبهات ولا الأمهات هو ده اللي هيبقى رايح على المواقع دي علشان يشتري الامتحان يديه للعيال فأنت كده بتعلم العيال إيه؟ أول حاجة أنه بفلوسك بحنا اشترينا بفلوسنا هي أحط القيم هي قيم الفلوس أحط القيم أن الحاجة بتقدر بقيمة مالية مادية القيم عليا أكبر أعظم أفضل أنزه من ذلك بكتير الحق الخير الجمال دي قيم أعلى بكتير ممكن بعد كده بقى تبدأ أنت تفسر وتتكلم على مسألة الأمور المتعلقة بالحضارة وبالتراث وبالتاريخ وبالبعد الإنساني وبالإسهام الحضاري في بناء الإنسانية وكل واحد بالمناسبة يقدر يسهم في بناء الإنسانية على الأقل على الأقل بسلوكه وبتعاملاته مع الآخرين فأنت تسهم في بناء الإنسان لأنك أنت عمليا بتأثر في الآخرين اللي أنت بتتعامل معهم بشكل إيجابي بشكل في أخلاق ومبادئ ده لما كنتش بكلمك على كمان طريق التربيتك وتنشئتك لأولادك فأنت تتخيل أن ولد أبو بيجيب له الامتحان بالفلوس فاللد هيطلع شايف أن الفلوس هي أهم حاجة في الدنيا فلو بعد كده بقى هو مستعد يبيع امتحانات بالفلوس ده زي زي بالزبط اللي بيبيع المخدرات واللي بيبيع السلاح واللي بيبيع المشعارف إيه المتجرب في كل ما هو غير شرعي غير قانوني غير أخلاقي غير ديني إلى أخير وخلص من القصة كلها فلوس هو هو نفس الشخص ده اللي حتى إذا أصبح عنده فلوس كتير هو ده اللي بيمشي يعتقد أنه عندما يرفل في الحرير فإنما ملك الدنيا وما فيه ولا في حد بيملك الدنيا ولا حاجة الدنيا ليها ملك واحد بس اسمه ربنا سبحانه وتعالى بس ربنا قالك أنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولة انسى أنت مش توصل لشيء انت متصور إيه قيمة الفلوس ولا حاجة ده وده قلبك وروحك وعقلك يبدأ بقى يحركك بالمظبوط تخليك ناصح حكيم زكي إلى آخره فعيل زغير يمكن لو هذي الموقع فعلا بتدفع فلوس للي بيدلع الامتحانات عيل زغير هياخد القرشين فرحان تعلم ده منين بقى تقعد تفكر في ده كتير بس بما أن الامتحانات هتخلص يوم الخميس والله أنا ما قادر أفرم النفسي بكلم بجد طلعوا على العالمين يلحق على طول انبسط خد اليوم أول ما تخلص الامتحانات بص تيجي تقولي أنا مش عافزك التحليت حلوة واللي وحش أقولك ما حصلش حاجة ان خلص خلص روح على العالمين هيس وانبسط وانت كمان بقى هنا القب الجيد الرائع الجميل ان استطعت كل واحد برضو زي عين ما قولك كده بالمصري يقولك كلك برجوط على قد دمه ان استطعت انك انت تاخد العيال وتطلع بيه اطلع فسح العيال خليهم يشموا هوا خليهم يشوفوا اللي بيحصل في بلدهم خليهم يستمتعوا باللي بيجرى في مكان زمهرجان العالمين والمسألة بقى مفتوحة انت عندك شهر ونص ظبط الدنيا مكانش اطلع على اسكندري مكانش اطلع على المنصورة الجديد مكانش اطلع على راسل بر مكانش اطلع على جمص مكانش اطلع على بلطيم وهكذا لو سمحت لا تضيع الوقت على الاطلاق اطلع اتبسط 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 مصر فيها اكتر من مكان جميل اكتر من مكان رائع كلام بتاع زمان الهرجالة والفوضى واللخبطة والقمامة بقاش موجود بقى الشغل على طول اول بول اول بول هقولك تاني مهرجان العالمين ده يا جماعة ما يتفوتش يا رب تطلع تقضي يوم كوتوبيس كده ياخدنا ويطلع بينا قضي يوم ويرجع يا عم في اخر اليوم ما يتفوتش حاجة تتباهى بيها فعلا مش الفسحة اللي تتباهى بيها اللي بلدك بتعمله وتتباهى بيه بتاع ده هيعمل لي روشة انا خايف انه يكسر مرة وانا متحمس كده طيب تعالى بقى نروح على حاجة مهم ايضا متعلقة بتاريخنا وبحضارتنا وبتراثنا الانساني انتهينا من مشروع ترميم اللوحات الخشبية ايه اللوحات الخشبية دي اللوحات الخشبية دي اللي مصطبع او حاجة اسمها مصطبة حاسي راعة والاستعداد لاعادة عرضها بالمتحف المصري في التحرير خلونا اخب معنا على التليفون دكتور اسلام عزة مدرس مساعد كلية الاثار بجامعة عين شمس واخصاء دراسات المواد القديمة في المعهد العلمي الفرنسي للاثار الشرقي اهلا 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 يا دكتور اهلا اهلا بحضرتك يا سازي والله يا دكتور انا من قلبي بقولك اهلا ونحن يمكن ما تقابلناش الا انه اصدقنا اقدر جدا جدا علماء المصريات علماء الايجيبتالوجي دول بالنسبة لي يعني ايه حاجة ارفع مما يمكن ان يكون شكرا جزيلا بحضرتك انا هيا سعيد جدا بصدافة خضرتك لا يا فرنسي انا اللي تشرف احنا اللي نتشرف عايزين نعرف اكتر ايه هي اللوحات الخشبية لمصطبة حيث يراع ايه مشروع الترميم اللي حاصل عايزين نفهم اكتر هي لوحات خشبية بترجع العصر الدولة القديمة الاسرة الثالثة عهد الملك نسري خد الملك زوسر فهي واحدة من اهم المجموعات الخشبية مش بس في نصر ولكن على مستوى العائلة بكله لانها بتؤذخ لصنوعة الاخشاب في طبعها الاساسي اللي حصل فيها طبعا صنوعة الاخشاب موجودة من عصور ما قبل الاسرة ولكن هنا احنا بنشوف هذه اللوحات الخشبية كانت موجودة فيه مصطبة حيث يراع في شمال سقارة بتبعد حوالي مئتين وستين متر قريبا عن المجموعة الاخرامية للملك زوسر فكان حيث يراع هو كبير اطباء الملك زوسر واول طبيب اسنان معروف في التاريخ فالمصطبة بتاعته بتحمل قيمة واستثنائية الحية جدا في التواسل الثقافي المصري لانه ظهرت لأول مرة القاب بتشير الى ان هو كان كبير جراحين كبير اطباء الاسنان وكان بيحيكي بالمصطبة بتاعته المجموعة الجنوبية للملك زوسر عشان كده بنلاقي الملك زوسر عامل الميشات او الدخلات والخراجات بتاعته بالحجر ولكن حسي راحب ان هو يستخدم نوع جديد من المواد وهو الخشب احنا بنشوفه هنا كعنصر معمالي وليس فقط كنقش زخروفي عشان كده الحقيقة هي يعني زي ما بنقول عليها ذرير اكسبسيونال الحقيقة او قيمة استثنائية خاصة جدا في الحضارة المصرية المشروع بدأ الحقيقة في 2021 يناير 2021 بالتعاون بين المعهد العيمي الفرنسي لأسرار الشرقية قسم الدراسات الأركومترية والمتحف المصري بالقاهرة والحقيقة كانت تعاون متميز جدا لانه المشروع اجتمل على ما يسمى بالدراسة الأركومترية او الدراسة التحليلية للأخشاب بالاضافة لي اعمال الترميم وفق احدث البروتوكولات المطبئة المطبئة على مستوى العالم بالاضافة لي اعادة العرض وهي السما يمكن الاكتر تميزا في هذا المشروع ان احنا بنعيد العرض الاول مرة ان احنا بنعيد بناء جزء من هذه المصطبة في المتحف المصري بالقاهرة اللي احنا بنسميه العرض السياقي او الـ وده بيتم الاول مرة بالمتحف المصري بالقاهرة منذ انشاءه سنة 1912 طب ده عظيم جدا لفت نظري جدا حضرتك قلت انه حيسي راع كان اول طبيب اسنان في التاريخ وكان جراحا نعم احنا وهنا بقى هنا ده سؤال ايجيبتولوجست عظيم زي حضرتك الكلام ده كان تقريبا من حوالي 5000 سنة تقريبا يمكن اقتر كمان يمكن احنا بنكلف هنا يمكن في لبما 48800 قبل الميلاد يعني احنا هنا يعني كمان في مرحلة مهمة جدا وهي تضرر دول الدولة المصرية في هذا الوقت لان احنا بنقول عصر القصرة الثالثة بتبدأ الدولة الاديمة اللي هي ممتدة من القصرة الثالثة وحتى القصرة الثالثة فبنلاقي انه بدأ يبقى فيه مفهوم كامل للدولة بدأ يبقى فيه مؤسسات فعشان كده مش مستغربين امدا لوجود وظائف مهمة زي كبير الاطباء او طبيب الاسنان او كبير الجراحين لان في الوقت بدأت الدولة المصرية تاخد اللي احنا تنسميها التكوين المتدلوة للدولة يبقى عندي ستيت دولة يبقى عندي ستيت دولة بسطة كده هو مفهوم الستيت حلو جدا طيب ده كده معناه انه احنا بنينا هذه المفاهيم قبل الاسرة الثالثة بكتير حتى اصل الى انه الاسرة الاولى او التانية او التالتة او الى عصر الاسرات ان انا اصبح فيه عندي الدولة مكتملة الاركان بمؤسستها وبكوادرها كمان صحيح احنا احنا يمكن كمان مفهوم الدولة يمكن سبق كده لان احنا عندنا الاسرة الاولى عهد الملك مينة او نارمر وطبع انه صاحب الصندرية الشهيرة بالمتحف المصري بالقاهرة احنا بنقول هنا انه هو بداية او فكرة توحيد الدولة احنا افهم من حضرتك يعني انا وبنتي اصلنا هوات ايجيبتولوجي ليس الا مجرد هو بنحاول نقرأ قدر الاستطاع كون ان انا يبقى فيه عندي كادر جراح ومش بقى معالج يعني ده مش هيلر ده استاذ دكتور جراح في جراحات الفم والاسنان ده معناه ان انا عندي تقدم علمي مزهل في الدولة التالتة ده معناه انه سبقوا الكثير من الابحاث اللي اتعاملت على البنيان الانساني على الجسد البشري واصبح فيه عندي مدارس ومعاهد او مفهوم الكليات المتخصصة عشان يبقى فيه عندي كادر زي حيسيرا صح انا مؤكد مية في المية لانه احنا كمان بنشوف يعني لو حدك شفت شكل اللوحات الخشبية هنشوف كمان مدى دقة الصمع كمان يعني انا مش بنتكلم على مجرد ان هي اتعاملها نحكة لي شكل ادمي وطبعا ظاهر حيسيرا بمناظر مختلفة منهم منظر الشريط طبعا امام مئدة القرابين وفي مظاهر تانية ستشايدينك سينز بنشوف من خلالها مدى عمق الفن كمان في هذه المواحبة ويمكن مش بس المصطبع مش بس بتوارينينا شكل اللوحات الخشبية لا فيه كمان جداريات من التصوير الجداري الحقيقة مميزة جدا جدا بتسجل مظاهر الصناعات لان هو مش بس كان طبيب اسنان ولكنه كان ايضا كاتب ووظيفة الكاتب في مصر القديمة دي كانت وظيفة مرموقة جدا بالاضافة ان هو كان كبير موظفي البناط الملكي وطبعا من من المناظر الموجودة في المقبرة ان هو كان عنده خدرة في صناعة الاخشاب في صناعة النسيج لانه ظهرت لأول مرة في هذه المصطبع وده يمكن احنا عملان محكاة في اعادة البناء ان شاء الله الصغار يشوفوها في الافتتاح ان شاء الله خلال شهر ستمبر القادم ان احنا عاملين محكاة للمناظر اللي بتسجل هذه الصناعات وبنضع الزائر في نفس السياق الأسري كما لو انه ظهر المصطبع لان طبعا الأسرة المصطبع بالوقتي حاليا هي مردومة بالتراب لان اخر حفاية ديها تمت سنة 2010 في نجمبر 2010 ولكن احنا بهذا النمط الجديد من العرض بنطيح للزائر فورسة كما لو انه في مصطبع تحسير حلو جدا انا عايز يا دكتور بموقتك اسمح كده تنورنا الاسبوع الجاي ان استطعت يعني شرفني لا دانا لا تشرف لان انا عايز استزيد من هذا العلم انا هاوي مستميت بصراحة لمسألة الايجيبتولوجيا فانا بشكرك جدا 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 يا دكتور كل الشكر لدكتور اسلام عايزة مدرس مساعد كلية الاثار بجامعة عين شمس واخصائي دراسات المواد القديمة بالمعهد العلمي الفرنسي للاثار الشرقية خدت بالك دكتور اسلام الايقال احنا بنتكلم هنا على الاسرة التالتة تقريبا عمرها حوالي 4800 سنة قبل ميلاد سيدنا عيسى يعني بنتكلم في اكتر من 6800 سنة دلوقتي قال لي طب ما احنا فيه عندنا كمان بقى الاسرة الاولى ميناء موحد القطرين وهنا مسألة توحيد الدولة عشان تبقى دولة واحدة one state زي ما بيت قال ده تسيادة واحدة اذا انا ممكن يبقى تاريخي في تأسيس الدولة هو قبل ميناء لان انا كان فيه عندي دولة الشمال ودولة الجنوب صح وعندي دولة الجنوب الشهيرة ليه على العاصمة الشهيرة جدا اشهر عواصم العالم هي طيبة صح حلو ده كده بقى بيقيد وده بقى لانا اتكلم اللي عايزة تنقشي با دكتور اسلام بيقيد وثائق منيتون منيتون بتاع السمنود المعروف ب منيتون السمنود عمر الدولة في مصر اكبر بكتير مما نظنه يعني عم بيقولك ايه حضارة سبع تلاف سنة لا هي واضح انها اكتر من سبع تلاف سنة السبع تلاف سنة اهم من عند حيث سيرع او زوسر طب واللي قبل ده حكذا بتكلم اصرة التالت طب والأصرة التانية طب والأصرة الاولى طب وما قبل الأصرات او كما يوصف احيانا بكلمة فعلا من الأصرة صفر احنا بنتكلم دايما ان احنا اننا تلاتين أصرة لا ده تلاتين أصرة في عصر الدولة الموحدة طب وما قبل اسئلة تطرح في حينها مع دكتور اسلام بإذن الله استأذنكم نروح لفاصل ونرجع نكمل الكلام اهلا 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 نظر الحلقة دي كده كلها ايجابيات يعني ودي حاجة لطيفة جدا انجي لطفي انجي لطفي اصبحت اول قائدة كرال مصرية معتمدة من الاكاديمية الموسيقية في ألمانيا طبعا انت هتقولي الكلام ده يعني ايه اقولك لا في الحالة اللي زي كده نكلم انجي نفسها على طول عبر زوم موجودة معانا اهلا يا انجي ومبروك على هذا الاعتماد اهلا اشهلا ازايك عاملة ايه الحمد لله كنا تمام الحمد لله فاهمينا اكتر انجي لان احنا مش ضالعين اوي في المسائل الموسيقية مهم اوي ان انا افهم مسألة الاعتماد من المانيا دي حجمها عامل ازاي واهمية ايه وبعدين انك اول مصرية تخدي هذا الاعتماد هو عمتا التخصص في قيادة الكرال مش حاجة موجودة اوي في مصر يعني دايما بنسمع عن قائد اوركسترا بس قائد الكرال مش حاجة يعني بتدرس هنا في مصر عمتا يعني وبالتالي انا اتجهت لالمانيا انا خارجة المدرسة الالماني وبدرس هناك وكمان قائدة الكرال في المدرسة وده اللي خليني ودرسة كمان غنى فده اللي خليني اتجه اكتر لقيادة الكرال لان انا باهتم جدا بالصوتيات وشايف ان دي حاجة مهمة جدا للاطفال والكبار وقد كده بتخلي فيه سعادة يعني والناس واقفة اي ان كان سنهم ايه طب كويس جدا المدرسة الالمانية اي واحدة فيهم الدقي ولا باب اللوق لا انا في اسكندرية مدرسة الالمانية في اسكندرية اللي في العطاريين مظبوط مظبوط لانا شاطر في المدارس جدا طيب ده شيء رائع النوع ده من الدراسة قلتيلي ما هواش موجود في مصر خالص ولا في الكونسر انا ما سمعتش خالص ان فيه دراسة يعني ان قيادة كرالات قيادة اوركسترا ممكن يكون فيه ماستر كلاسس بتتعمل بس ان حد يعمل دراسة كاملة ازاي يقود كرال ده مش مش فتعرف عليه في مصر وسافرتي المانيا امت انا عدت ثلاث سنين بسافر وباجي هي الدراسة اصلا كانت مفروض تبقى سنة ونص بس هي ابتدت قبل الكورونا على طول وطبعا الغنى اكتر حاجة من الحاجات اللي اتأثرت وقت الكورونا لان ما ينفعش الواحد يغني اكتر حاجة معرضة ان حد يعني يلقط المرض او كده فبالتالي الكورس توقف فترة طويلة كمان انا كنت الوحيدة اللي من بره المانيا يعني كل اللي معايا في الكورس المان فبالتالي لما الدنيا فتحت شوية الكورس ابتدى وانا ما كانش عندي فرصة ان اروح لان السفارات كانت قفلة فاضطريت مرحلة منهم اعملها اونلاين طبعا ده كان صعب جدا لانه قيادة الكورال محتاجة ان انا اكون شخصيا موجودة وبقود الكورال ده جزء من من الموضوع ان هو يبقى فبالتالي هما سمحوا لي كاكسابشن ان انا اعمل مرحلة منها اونلاين لحد ما السفارات فتحت وعرفت اخذ الفيزا تاني وعرف اسافر وكمل الدراسة اللي كانت مفروضة خلاص سنة ونص بس امتدت تقريبا سنتين ونص او تلاتة لحد ما عملت الامتحان عظيم جدا بعد الامتحان التوجه كان ماشي ازاي انا لسه عامل الامتحان في شهر ستة لسه وقدر شهادة حلو هنعمل ايه بقى انا بنعمل ايه بقى في مصر طبعا زي ما قلت المجال ده مش مفتوح قوي لازم الاقي الجهة الصح والاشخاص الصح اللي اتوجه لهم وقولهم ان انا عملت ده وبالتالي يبقى فيه اكتر هو توجه اكتر من الناس ان هي تبقى فاهمة اهمية الكورالات عامتا لان هي مش حاجة يعني مش الكورال يعني المدارس مش كلها عندها كورالات انا كنت محظوظا ان مدرستي بتهتم بالنوع ده من الفنون وده كان السبب ان انا توجهت ان انا ادرس هنا اه وكمان بعد كده كمان خيادة الكورالات فلازم الاول يبقى فيه وعي في المجتمع عامة باهمية وجود الكورالات وقد ايه ده بيأثر نفسيا على الاطفال وعلى الكبار وعمة الغنى يعني بيخلي الواحد بيدي له نوع معين من اليوفوريا كده من السعادة طبعا مش بيبقى موجود في حاجات تانية كتير طبعا مش مختلفين بس فالمهم ان انا لقي الجهة اللي تقدر تساعد وتشجع ده بحس ان اقدر استفيد وافيد كمان بالشاهدة اللي انا اخد ده افتكر ان وزارة الثقافة واكيدمية الفنون يبقوا هم الجهة الاشمل والاكثر تخصصا معاكي في حاجة زي كده عشان كده انا يمكن اللي بفكر فيه بصوت عالي معاكي هل بتفكري انه يبقى فيه فرع او يبقى فيه شكل من اشكال تدريس قيادات الكورالات وتكوين الكورالات هنا في مصر وتبدأ انت ده يعني يبقى لك الريادة في ده زي ما بيتقال هو انا كان عندي يعني ده كان حلم على الفكرة عندي من وانا صغيرة ان انا ابقى كوندكتر ما كنتش لسه مقررة كوندكتر للاركسترا ولا للكورال بس الاتجاه بقى جاء كده لان انا ابتديت الاول في دراسة الموسيقى وبيانو والات مختلفة وبعد كده اتجهت اكتر للغنى فالفكرة كلها الاول ان احنا نوجد الكورالات دي يعني يبقى فيه الفكر ده موجود والناس تبتدي تفهم اهمية ده وتبتدي تتجه ان هي تبقى عايزة تغني اصلا في الكورال علشان يبقى القائد الكورال ليه كمان شغل ويعرف يعمل ده بشكل صح والله برضو انت عارفها ساعت كده تلاقي الافكار بتيجي بسرعة حتى من الكلام يعني يقولك الكلام بيجيب بعضه افتكر برضو دار الاوبرا المصرية في نهاية برضو هي واحدة من اهم المؤسسات وايضا التابعة لوزارة الثقافة وتقدري تتواصلي مع الدكتور خالد داغل رئيس دار الاوبرا وانتوا عندكوا اوبرا عظيمة في اسكندرية مصر حسين درويش وعندهم مدارس في حاجات مختلفة يمكن ما يكونش فيها الكورال صحيح بس فيه مدرسة للبالية وفيه وهكذا فانا افكر معاك بصوت عالي اعملي تواصل مع دكتور خالد داغل وهو رجل مايسترو وموسيقار وحاجات زي كده فطبعا هيبقى فاهم جدا اللي انت بتتكلمي فيه يعني ممكن طبعا وهي الكورالات المتعرف عليها في مصر اكتر الموسيقى الشرقية او طبعا الدراسة انا كانت موسيقى غربي وكلاسيكل يعني ميوزيك فهي دي الحتة اللي يمكن يكون فيها اختلاف شوية لان الكورالات طبعا الموسيقى الشرقية موجودة متواجدة وبنشوفها وليها وجود في الابرا وفي اماكن مختلفة لكن الكورالات الغربية هي لا يمكن مش موجودة كتير يعني وطبعا ده بحر واسع لان الموسيقى الغربية بحر واسع والموسيقى الكلاسيكل بحر كبير وحاجات كتير اللي كتبت للكورالات ومش متعارف عليها عندنا خالص ومش مسموعة قويا طبعا يعني طبعا انا اتفق معاكي الكورال يعني احنا كفايا احنا عندنا المايسترو سليم سحاب اشهر من نار على العالم بس زي ما انت بتقولي هي دي موسيقى شرقية موسيقى عربي الموسيقى اللي انت درستيها والنوع ده من الكورالات ده نوع مهم جدا انا شجعا موجود في مصر وشجعا ويدرس في مصر ونبقى عندنا كورال واثنين وثلاثة بالشكل ده يا ريت يا ريت لانه كمان بيفتح المجالات للغات المختلفة يعني مش شرط حتى الواحد يبقى بيتكلم اللغة الموسيقى الحاجة الوحيدة اللي بتتلي الواحد ينتر اي لغة من غير ما يقتر يكون فعلا بيتكلمها بطلاقة يعني انا يمكن اكون بغني بالإيطالي وانا مش بتكلم إيطالي بطلاقة او بغني باللاتيني وانا مش بتكلم لاتيني بطلاقة فهي بتعمل يعني لقاء ما بين حاجات كتير لغات ويعني بتفتح مدارك كتير جدا يمكن الواحد ما يكونش مدركها قوي او كان يفكر فيها او بيفكر ان هو وارد ان هو يعملها كلامك صح 100% انا بشكورت جدا يا انجي ومبروك وربنا يا رب وفائك القوات اللي جاية واتمنى ان احنا نشوف كرال انجي لطفي في الأوبرا يبقى موجود كمان بإذن الله وبعدين هو فيه ايه احلى من اسكندرية هي اللي نعمل فيها حاجة زي كده دي ام الفنون عندنا في مصر يعني انا بشكورت جدا انجي لطفي قائدة الكرال اول مصرية تحصل على هذا الاعتماد من الاكاديمية الموسيقية بألمانيا يمكن هنا اشجع جدا دكتور خالد داغر انه يمكن مكتبه يتصل بانجي لطفي ويشوفه ايه اللي ممكن يتعمل يعني اتمنى ذلك خلوني استأذنكم نروح لفاصل ونرجع نكمل الكلام طيب وصدق ايه موضوع ده مش بس مهم هو موضوع حلو قوي تنسئية شباب الاحزاب والسياسيين قالوا احنا هنعمل لجنة هذه اللجنة شغلها هي دمج وتأهيل المفرج عنهم قبل ما هرحب بضيفي انا بس عايزك تاخد بالك من حاجة ناس تفرج عنها خلاص لكن ان انا قعد يبقى عندي اهتمام حقيقي واصيل وعملي فان انا اشتغل على الدمج والتأهيل دي خطوات ما بتتخدش في دول كتير بالمناسبة بل في اغلب الدول بل ان انا من غير ما هقولك اسم دولة في دولة من الدول والحب تعمل حاجة زي كده والحقيقة خطواتها لم تكلل بنجاح لا اسبابهم مش موضوعنا هنا بقى ابدأ اتكلم اكتر وبالتفصيل واستفهم زي بيتقال من الاستاذ طاهر ابو زيد عضو تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين زكا طاهر عامل بيه اخبارك ايه كله تمام واحدة واحدة بقى عليك ده نبتدي منين الحكاية بحقيقة انا حابب ببتدي بس كنت لسه بستمع لحضرتك وحضرتك بتعرض المشاهد الاستثنائية اللي موجودة في مهرجان العالمين والحقيقة ان دي مش بس مشاهد استثنائية لا ده كمان ده مجهود استثنائي من الشركة المتحدة لخدمات الاعلامية صح مجهود جبار وهي دي مصر اللي بجد وهي دي المشاهد اللي لازم نسلط عليها الضوء ولازم العالم كله يشوفها وهما دول الولاد مصر الحقيقيين وهي دي المشاهد هو ده هي دي بداية الجمهورية الجديدة طبعا انا اتمنى دايما ان الناس تاخد بعضها تمسك التليفونات تصور صورة لطيفة جميلة صورها ومش بقول لك اعمل بقى حاجة حطها بس على الفيسبوك بتاعك عايز تعمل حاجة لطيفة وحطها على تيك توك انت حر عايز تحطها على انستجرام انت حر بس ده اسهامك طبعا انا مثلا طالب في تالتة سنوية انا طالب في الجامعة ده انا راجل لسه متخرج جديد يعني اعمل كده بس يعني اقل اقل شيء ممكن نقدمه في مشاهد زي دي وهي دي الحاجات اللي تستحق ان احنا نروج لها على السوشيال ميديا وان العالم كله يشوفها يعني فيه وعلى غرار ذلك حاجات كتيرة جدا ومشاهد ايجابية كتيرة جدا لازم نسلط عليها الضوء خلال الفترة اللي فاتت مجهود جبار الحقيقة فكان واجب التحية للشركة المتحدة وكل القائمين على هذا المهرجان قبل بقى تدشين لجنتكم لجنة الدمج والتأهيل للمفرج عنهم ابدأ لي الحكاية من اول كان يا مكان البداية الافكار الحقيقة انه البداية كانت منذ ان وجه السيد الرئيس بقعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي في ابريل العام الماضي السيد الرئيس لما وجه بقعادة تفعيل للجنة اللجنة اشتغلت بدور كبير جدا وكان من ضمن توجهات السيد الرئيس في ابريل العام الماضي انه اللجنة مش بس تقتصر على اعداد قوائم للعفو الرئاسي او ترشيح من تنطبق عليهم معايير العفو الرئاسي ولكن ايضا تشملهم اللجنة بالرعاية اللاحقة للمفرج عنهم الناس دي بعد ما تخرج هيبقى مستقبلها عامل ازاي الناس دي هنتبعهم وندعمهم ان هم يمرسوا حياتهم بشكل طبيعي في المجتمع ويندمجوا في المجتمع ويعودوا لاشغالهم والاعمالهم ازاي وهنا جي دور التنسئية بحس وطني شديد ومسئولية سياسية ملقاة على كيان كبير زي تنسئية شباب الاحزاب والسياسيين ان هي تتبنى هذا الدور في اعادة دمج المفرج عنهم سواء بقرارات عفو رئاسي او بقرارات من النيابة العامة اخلاءات سبيل من النيابة العامة ده من هنا كانت البداية والحقيقة انه اللجنة بشرت عملها في سبتمبر الماضي ولكن كان بجهود غير معلنة كانت بجهود غير معلنة بتعاون وصيق جدا مع المجلس القوامي اللي هيقول الانسان وبمتابعة ويعني متابعة كبيرة جدا مع لجنة العفو الرئاسي لان هي اللي بتعد القوائم المفرج عنهم وهي اللي بيبقى عندها الحصر والاسماء فكان فيه متابعة معاهم وهي تنصيق دائم مع لجنة العفو الرئاسي بتدينا نشتغل من سبتمبر الماضي الى الان اللجنة يعني المساق الاخلاقي بتاعها او المساق عمل اللجنة بشكل كامل هو الحفاظ على السرية والخصوصية للبيانات المتاحة عندنا وتواصلاتنا حتى مع المفرج عنه مش بس ان هم في حالات بتتصل وبتحاول تتواصل وتتلقى الخدمة لا احنا يعني تطرقنا الى ابعد من ذلك انه كان فيه اعضاء من لجنة الدمج والتأهيل بيسافروا محافظات يقابلوا عدد من الحالات ولا سيامة الناس اللي مشهورة او النشطاء السياسيين المعروفين يعني ما بحبش هستخدم لفظ مشهورين قوي النشطاء السياسيين المعروفين الموضوع ما كانش مقتصر على ده بس كان الهدف بالنسبة لنا كمان ان احنا نوصل للحالات اللي بيجدوا صعوبة في التواصل لتلقي هذه الخدمة واللي ما حدش بيقدر يسمعها او يتواجد معها الحقيقة يعني قمنا بمجهود كبير جدا ولفنا عدد من المحافظات يعني من اسكندرية للصعيد للسويس للدلتا في محافظات كتير جدا يعني اعضاء اللجنة خدوها خلال الفترة الاخيرة الى ان تم تدشين اللجنة رسميا من منذ خمس ايام تقريبا تم تدشينها رسميا وتدشينها كان تكليلا لجهود اللي عملناها خلال الفترة اللي فاتت وايضا لاطلاق رابط الكتروني لتلقي هذه الحالات لانه موضوع القيمة المبافة اللي اللجنة بدأت تعملها وتسهم فيها في الدوير المحيطة بهذه الحالات ان هما بدأوا حتى يتواصلوا مع بعض ويعرفوا بعض انه فيه جهود من التنسئية لاعادة دمج المفرج عنهم وفيه خدمات فعالية بتتم للمفرج عنهم فاطلقنا لينك الكتروني لتسجيل هذه الحالات ولسهولة حتى فرز الحالات وترتيب الاولويات ويعني هو ما فيش حالات متشابهة مجهود بيبقى مجهود جبار جدا لانه اغلب الحالات اللي بتيجي بيتم فرزها بالكامل تحديد اولويات معرفة معوقات كل حالة البحث عن حل لكل المشاكل اللي بيواجهوها هذه الحالات او هؤلاء الحالات وابتدينا نشتغل على عدة محاور رئيسية في اللجنة اول محور كان بالنسبة لنا هو الدعم الصحي والنفسي للجنة ثم الدعم الاجتماعي ثم الدعم المهني وتوفير فرص عمل لبعض الحالات يعني بشكل كامل حتى دعم مجتمعي والامر بس لم يقتصر على هذا الدعم فقط بل تطرقنا ايضا الى فكرة التمكين السياسي والدعم السياسي يعني بعد ما منقلص برنامج هذا البرنامج في التأهيل نتوجه على طول للتأهيل السياسي لهذه الحالات بغض النظر عن التوجه السياسي او الايدولوجية السياسية بكل حيادية ومهنية وفي سرية تم كمان بيتم تأهيلهم سياسيا دعين عدد كبير منهم جدا للورش المقامة وورش الحوار المقامة فيه التنسئية صالونات التنسئية اللي كان بيناقش فيها عدد كبير جدا قبل انطلاق الحوار الوطني فيه قضايا سياسية هامة جدا عدد منهم كبير جدا شارك كمان دعمهم ان هم يشاركوا عن طريق قنوات شرعية وقانونية للممارسة السياسية وفي عدد من الحالات اصبحوا اعضاء في احزاب سياسية الان عدد منهم شارك في جلسات الحوار الوطني وكانوا عدد منهم متحدثين في هذه الجلسات ايضا كل هذا نتاج عن مجهود كبير جدا بتقوم بيه اللجنة مع هؤلاء الحالات طبعا على الشق الاجتماعي وعلى الشق الصحي والنفسي عدد كبير جدا تم يعني دعمهم نفسيا ودعمهم صحيا وعلاجيا انه في حالات كتيرة جدا كانت بتحتاج تدخل علاجي عاجل وفي احيانا تدخل جراحي وعمليات جراحية تمت المساهمة في هذا الشق الشق النفسي بيتم على ايدي متخصصين في هذا المجال ودعمهم والموضوع لا يقتصر على الحالة فقط بل امتد ايضا لأسارهم واطفالهم كان هناك دعم نفسي واجتماعي ليهم وجهتنا طبعا عدة مشاكل وكان يعني من ضمن في حالات مثلا بيبقوا يعني اتقبض عليهم بعد ما خرجوا تسابوا الشغل فيه اجراءات قانونية ولا احية تمنع عودتهم من الشغل هناك توفير عدد فرص من العمل اللي تم توفيرها لهؤلاء الحالات ورجعوا بشروا اعمالهم في عدد من المفرج عنهم يعني رغبوا انهم يرجعوا اعمالهم في عدد من الجهات والوزارات بالفعل تم زي وزارة البترول في البعض عاد لمباشرة عملهم فيها وزارة الكهرباء في عدد من الجهات الناس رجعت بالفعل شغلها ويعني استقرب بشكل كامل عندنا مشكلة كانت بتواجهنا في الطلبة المفصولين من الجامعات والمدارس بسبب تغيبهم بسبب فترة الحبس تدينا نتواصل مع بعض الجهات المعنية والمسؤولين عن هذا الامر نحن نحاول نرجعهم بس طبعا فيه يعني قوانين واجراءات تحول دون رجوع هؤلاء الحالات خاصة في الجامعات فتدينا نشتغل على شق بديل ليكون فيه يعني عشان يبقى عندنا حتى تنفيذ سريع ويبقى فيه مجهود على الارض واضح جدا وفرنا عدد من المنح الدراسية في الجامعات الخاصة والحقيقة بشكر كل اللي ساهم معنا في هذا الموضوع بتوفير منح الدراسية في جامعات خاصة ان الناس دي تستكمل تعلمها وعلى غرار هذا الدعم وهذا المجهود أشياء كثيرة جدا دي الحكاية من بدايتها دي الحكاية هناخدها كده بشكل أكثر شمولي فيه بقى تفاصيل لسه أنا عايز أعود أحكي عليها ومنها انت زا قلت جملة لطيفة جدا قلت أنا بحبش أقول النشطاء السياسين المشهورين مسألت التصنيف ما بين المشهور وغير المشهور في السياسة ده تصنيف كارسي الحقيقي فأنا مبسوط قوي ان انت استخدمت الحكاية دي يعني ما بحبش الكلمة دي عايز أروح لها شوية وهنتكلم عليها وهنتكلم أكتر على مسألة الدمج جوه المجتمع يعني من أراد أن يعود إلى عمله طب وعمله كان بيستقبله زي ونفس ذات المؤسسة أو الشركة إلى آخر وعملته إيه علشان يحصل هذا الدمج ومسألة القبول وعدم إن إحنا نشعر هذا الشخص بأنه ده أصله كان قبل كده محبوز فيترى هنتعامل معه إزاي ويحصل حساسيات زي ما بتقال في شكل التعامل لاستأذنك نطلع للفصل ونرجع مرة تانية هنتكلم مع ضفن العزيز المسيس طهر أوزيد عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين حول لجنة الدمج والتأهيل استنوا طيب خليني أرحم بحضراتكم مرة تانية ونرحم بضفنا العزيز السيس طهر أبو زيد عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وحدتنا حول لجنة الدمج والتأهيل لمن أفرج عنهم هناخدها واحدة واحدة مسألة بتاعة المشهور وغير المشهور في السياسة قلتلي أنا ما بحب مش التوصفات دي أنا ليه بقولك ده جيد وبعده يعني أفهم وجهة نظرك وجهة نظري أنا لأنه هي مش معقول أنه لو حد عنده شلة كبيرة فهيعمل معاملة تفضلية وآخر كان يعمل عملاً سياسياً هو بقى مقبول مش مقبول رأيه صح رأيه غلط مش دي قصتنا النهار ده ولكن مش لأنه عنده شلة واسعة والكثير من المؤيدين أو الهاتفة وكلام من ده فيبقى هيعمل معاملة أقل في المستوى أنتوا تعاملتم مع ده إزاي جوه اللجنة هو ده المساق يعني المساق اللي أخدناه ما بيننا وما بين أعضاء اللجنة مع بعض إن إحنا نشتغل حاجتين لا تفرق ما بين مشهور وغير مشهور ولا تقول لي ده جاي من الحتة الفلانية ولا تقول لي ده جاي من الحتة الفلانية أو توجهه كذا أو توجهه كذا وبعيداً تماماً عن التوجه السياسي والأيدولوجي نحن نمارس هذا الدور من باب مسئولية سياسية على التنسئية ومن باب الحيادية التامة ما بين كافة الأيدولوجيات يعني في الأول وفي الآخر هي التنسئية منصة حوار صحيح منصة حوار تجمع اليمين وتجمع اليسار المؤيد المعارض جميع التوجهات فيها جميع الألوان فاحنا لا نطغى على لوم بعينه أو يتم يبقى فيه محاباة للوم بعينه ده دور ومسئولية علينا نمارسها بكل تجرب بكل حيادية والأهم في الموضوع أنه الخدمة توصل لمستحقية لأنه فيه عدد كبير جداً من المفرج عنهم ما بيقدروش يتواصلوا ما عندهمش قالية أنه حد يعرف مثلاً أنه التنسئية بتعمل دور مش عارف فلما بيعرف من حد زميل وخض التجربة فيقوله ده فيه تجربة فيه تنسئية شباب الحزاب والساسين وبيعمله واحد اتنين تلات اربعة فيبدأ هو يتواصل إحنا ابتدينا المشوار ده من بدري شوية لما ابتدينا نروح للناس في محافظاتها ونسمع مشاكلهم ونحدد أولوياتهم ونشوف عايزين نبتدي معاهم منين الحالات دي في الأول وفي الآخر لما بتيجي بيتم فرزها حالة حالة تحديد أولويات هتبدأ مع مين مين مشكلته مين محتاج تدخل صحي عاجل أو تدخل علاجي عاجل مين محتاج يعني تأهيل نفسي نظرة المجتمعية طبعاً بتفرق ماذا أقولك نظرة المجتمع لللي خرج تعاملته معها إزاي أهلته ده انتهدان مش أقولك هتأهل مصر كلها بس أنت كمان عايز تأهله هو أنه يقدر يندمجه المجتمع ويتقبل أحياناً النظرات أو الكلمات النقدية أو حتى الرفضة أو على الأقل في مجتمعاته الديئة يعني ده قرية جوه الأسرة جوه محيط العمل محيط الدراسة هم كمان يستقبلوه ده حي فأنت بتبدأ مع الشخص نفسه يبدأ هو يغير فكره يغير طريقته في التعامل لأنه جاي من موضوع صعب جداً ترجع تدمجه في الحياة الطبيعية بشكل طبيعي فيبدأ يتعامل تعاملاته مع الناس عاملة إزاي وبعدين ثم تنتقل لتعاملاته داخل الأسرة هو متغيب بقى له فترة كبيرة فطبيعي لو في أولاد هيتعاملوا معاه بشكل مختلف مستغربينه وفي زوج هتتعامل معاه بشكل مختلف فبتبدأ مع الشخص نفسه ثم مع الأسرة فيبدأ يشكل طاقة إيجابية أو وعي إيجابي تجاه محيطه اللي هو بيعيش فيه زي أسرته ثم يبدأ يتعامل مع النطاق الخارجي اللي هو الشارع الحي المكان اللي هو ساكن فيه ثم بيقيت العمل هو من نفسه هو اللي بيبدأ يغير نظرة الناس لي من خلال سلوكه من خلال أفكاره من خلال توجهاته هو بيبدأ اللغة نفسها بتتغير الشكل بيتغير تبدأ تدي له طاقة إيجابية طول الوقت فهو ده اللي بيستهلك مجهود كبير جدا في التحول من الطاقة السلبية اللي كان عايش فيها لا أنت عنصر فعال في المجتمع دولة محتاجاك مصرفة حق ديها للجميع والأبناءها المخلصين ونقصد هنا المخلصين اللي هم خرجوا بقرارات عفو رئاسي وتنطبق عليهم شروط لجنة العفو الرئاسي أو معايير العفو الرئاسي لم ينضم الجماعة إرهابية لم تلطخ إيديه بالدماء لم يمارس عنف لم يحرد على عنف كل دي معايير مهمة جدا في قبوله سواء في لجنة العفو الرئاسي أو قبوله حتى عندنا في لجنة الدمج والتأهيل دي قاعدة السبتة اللي عندنا فإحنا بنستقبل كل الحالات اللي بتنطبق عليها هذه المعايير فهتبدأ يخش عندك تبدأ تتعامل معاه على حسب الأولوية اللي هتبدأ بيها هتبدأ باني أولوية هسألك على سؤال برضو أنا من الناس اللي بتسخدم تعبير الرفاق لأنه في ناس كتير من اللي كانوا تم الإفراج عنهم أصدقاء فعلا ورفاق يعني الرفاق اللي خرجوا دول أغلبهم كانوا اللي لم يكن كلهم أصحاب مواقف حدية يعني بينظروا الأمور دايما ويمكن كان دي مثلا اختلفتنا زمان إنه الأمور لا تقاس بلونين أبيض أو أسود لا السياسة فيها ألوان كتير فيها تفاوض فيها حديث فيها أحيانا قطع هذا الحديث ثم العودة لي إلى آخر حوار وطني زي ما بيقول دلوقتي الشخصيات اللي بتاخد المواقف الحدى دي اتعاملتوا معاها إزاي؟ ودول الغالبية موقفه حدي أبيض أسود قدرتوا إزاي تتفاهمه وتتكلمه وتتعامله وتصله إلى مرحلة إنه إحنا عايزين الصالح بتاعك فافتح قلبك افتح مدركك وكمان بدأ إزاي يتعامل مع المكتبه؟ هو الحقيقة سيد الرئيس قال جملة مهمة جدا 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 لما قال الاختلاف في الرأي لا يفسد للوطن قضي صح دي كانت قاعدة اشتغلنا عليها أيضا مهما كانت توجهاتك أو أرائك السياسية أو إيدولوجياتك إحنا لا ننظر لهذا ولكن إحنا بنتفق أنا وإنت على قاعدة مهمة جدا إن إحنا عايزين البلد دي تبقى أحسن بلد في الدنيا إنت عندك أفكار وطرع من وجهة نظرك إن هي أفكار مهمة وبناءة في هذا المجتمع وأنا عندي أفكار ومهمة وبناءة في هذا المجتمع فلابد أن نتلقى إحنا اللي اتنين نتلقى بإيه؟ بالنقاش والحوار وده اللي ابتدناه معاهم في دعوتهم حتى للحلقات النقاشية وورش العمل اللي كانت بيتم في التنسيقية لأنه أيضا بيتم برضو تقييمه أنت لازم تشارك لازم تتكلم عشان تعرف مواطن القوى والضعف فين السلوك النفسي أو السلوك الحدي ده هيظهر لأي مدى وتبدأ تتكلم معاه فمدى التطور اللي كنا بنشوفه يعني حضوره أول جلسة ماذا يحضوره تاني جلسة أو تالك جلسة بيبدأ يسمع وجهات نظر مختلفة قعد فترة كبيرة مثلا في محباسه لما بيخرج كان بيسمع لونين دلوقتي بقى بيسمع ألوان كتير بيسمع توجهات كتير فيه أراء سياسية كتير فابتدى ياخد ويد دي معه المحيط اللي قاعد معاه والناس اللي قاعدة معاه هنا السلوك بيبتدي يتغير ثم دعوتهم للمرحلة الثانية لجلسات الحوار الوطني فبدأ يسمع ألوان أكتر صح وفيه أراء أكتر فيدى يراجع نفسه ويرجع يقولك لا أنا قدت مقتنق بهذا الرأي ولكني أمين لهذا الرأي وممكن نتكلم وأنا تفاوض فيه وأضفلك والضفلي يبدأ هذا النقاش يعني حالة الحوار الوطني دي حتى نعكس تعالى المفرج عنهم إنه مستوى النقاش اللي الناس بتشوفه في الجلسات بدون خطوط حمراء وكله بيتكلم بأريحية ابتدى يدي طمأنينة وساعدنا كتير جدا في حالات الدمج المفرج عنه النوعيات الأكتر صعوبة في التعامل فيه أو في عملية دمجها وتأهيلها يمكن ده هيبقى آخر سؤال عشان يقول للوقت خلص بس أنا مش قادر أفاوت السؤال ده تحديدا مين؟ يعني انت عارف فيه شبان كانوا داخلين مثلا وهم في أولى تانية جامعة وفيه آخرين من الرفاق اللي هم أكبر في السن من كده وفيه من الرفاق اللي هم أدي على سبيل المثال أواخر الأربعينات وماك أنهي نوعيات كانت أكثر صعوبة مش بس في التعامل معه في دمجها وتأهيلها فيه ناس هتخش الجامعة فأقولت لي وفيه ناس تانية هتخش الشغل وفيه واحد هيرجع لمراته وولاده الحقيقة أنه ما فيش فئة بعينها هي الأصعب زي ما قلت لحضرتك أن كل حالة ليها كيس مختلفة عن الحالة التانية يعني كل حالة ليها تحدياتها تعمل فردي طبعا تعمل فردي مع كل حالة على حدها بخصوصية وسرية تم حفاظا على بياناته وحفاظا على خصوصيته فبيتم التعامل مع كل حالة على حد فبتبدأ تشوف هو هيحتاج مجهود كبير في إعادة التأهيل والدمج ولا ممكن نبدأ معه من المستوى المتوسط ولا ممكن تبدأ معه ببعض الاحتياجات زي أنا عايز أرجع شغلي فبيبدأ تقييمه والراجل ده كويس نفسيا كويس صحيا كويس فنبدأ نشتغل في إجراءات عودته إلى العمل وفيه حالات بتبدأ تحتاج تبدأ معه من الأول من أول التأهيل الصحي ثم التأهيل النفسي ثم نبدأ نشوف بقى بقية المشاكل اللي بيشوفها وده في النهاية احنا كلنا بنستهدف بناء مصار سياسي جديد يناسب الجمهورية الجديدة ويناسب حالة الحوار والنقاش اللي السيدة الرئيس أتاحها والمناخ العام الإيجابي اللي أنا شايفه من نجة نظري إيجابي جدا في هذه الفترة كله بيقول رأيه بكل أريحية والاختلاف في الرأي لا يفسد للوطن قضي طهران مقصود جدا حتى تقابلنا حقيقي يعني ومبسوط جدا 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 بهذه اللجنة فلما بلاقي المشروع بتاعكو ده واللجنة دي بتنجح فعلا أنا مبسوط وفخور بيكم جدا أشكرك يا طاهر جدا جدا بلغيك وانا أنا حابب أأكد مع حضرتك أنه اللجنة مازالت مستمرة في أداء عمالها مازالت مستمرة في تلاقي الطلبات على اللينك الإلكتروني اللي تم إطلاقه على صفحة رسمية لتنسي الشباب الأحزاب والسياسيين وأحب أطمن السادة المشاهدين وجميع يعني طواقف الشباب من جيلي وأكبر وأقل من ذلك أنه الدولة فعلا فتح عقديها لكل لأولادها المخلصين والتنسيقية عندها كوادر أدرا هي تضيف قيم إيجابية ومصار سياسي جديد لبلدنا أنا مشكورك جدا أطوار شكرا حديث طويل في الحلقة كان على حاجات متعلقة بالاقتصاد وبالاقتصاد السياسي وبالمهرجان بتاع العالمين وبالإجراءات الاستثمارية الجديدة ومؤتمر الدكتور مصطفى المدبولي الحديث الأخير في فقرتنا الرئيسية كان عمليا على مصار سياسي اجتماعي لو صح التعبير الحديث ده انعكس إنما يعكس إزاي دولة عندها من الثبات والثقة والنطج إزاي تتعامل مع المعارضة بتاعتها تتعامل مع المعارضة في سياق زي حوار الوطني تتعامل مع معارضة في سياق زي لجنة العفو تتعامل مع المعارضة في سياق زي منصة معمولة مشهورة ومعروفة طبعا زي تنسقية شباب الأحزاب والسياسيين فيقولوا طب احنا هنعمل بقى لجنة اسمها لجنة الدمج والتأهيل هؤلاء المفرج عنهم هنا انت بتشوف النمط بتاع التفكير السياسي لهذه الدولة عشان كده لما بقولك عليك أن تفتخر بحاجة في مصر اسمها الجمهورية الجديدة بدأت من 14 ومستمرة وانا تمنى لها تمام ودماء دوام الاستمرار لسنين طويلة الطريقة دي بتاعت التفكير الطريقة دي خلصت الحلقة والأمر لله من قبل ومن بعد كريم رمزي هيبقى موجود معاكم بعد ثواني أما احنا لو كان لنا العمر هنقابلكو التاني بكرة إن شاء الله وبرنامجكم التاسعة سلامت اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة